سوء التنظيم الدفاعي اللي رافق المنتخب العراقي في مختلف البطولات واللي أدى في كثير من الأحيان إلى كوارث بسبب التغطية العكسية السيئة من الظهير الأيمن والأيسر مثل ما جاي نشوف الآن بالشاشة وكيف علاء مهاوي يترك لاعب المنتخب القطري خلفه يصرح ويمرح بلا تغطية وبلا حسيب ولا رقيب نفس هذا الخطأ بالتحديد تكرر كثيرا مع المنتخب الوطني العراقي من نفس اللاعب أيضا أو من لاعبين آخرين الرسم التكتيكي للمنتخب العراقي تطور كثيرا تغير في السنوات الأخيرة احنا بحاجة إلى مدافعين يشاركون بالهجوم بكثافة وأيضا يدافعون جيدا لذلك احنا بحاجة إلى خدمات هذا الجوكر فرانس بوتروس طولا متر 81 سنتيم عمره 25 سنة يعني بقمة النضوج لاعب سريع لاعب تكتيكي يجيد اللعب بأكثر من مركز يخدمك على الطرف الأيسر على الطرف الأيمن قشاش ارتكاز يعني تقدر تقول عليه حلال المشاكل رباعي الدفع لاعب تكتيكي يجيد اللعب بالرجل اليمنى والرجل اليسرى وين ما تخليه يصير يذكرنا إلى حد بعيد بلاعب المنتخب القطري بوعلام اللي يتحرك في أكثر من مركز أثناء المباراة يعني المدرب بوجود أبو علام ما يحتاجي بد اللاعب لا كل اللي يحتاجه أنه يغير مركز أبو علام أثناء المباراة وهذا أفضل ما يميز فرانس بوتروس مع المنتخب الوطني العراقي اللي المفروض يستفاد من هذه الميزة الرائعة بهذا اللاعب إضافة إلى كل هذا أنه هذا اللاعب أصلا هو مدافع يلعب ظهير أيمن يعني مكان على أم هاوي مكان وليد سالم يعني نقطة الخلل الموجودة في المنتخب الوطني العراقي حالها عند هذا اللاعب بالتحديد لأن عند كل المواصفات اللي تسمح لها بذلك طبعا إحنا ما نعرف كيف أن فرانس بوتروس تحول بقدرة قادر من مدافع على الطرف الأيمن من الملعب هو هويته هذه إلى بديل لعلي عدنان على الطرف الأيسر من الملعب حتى أن المعلقين الرياضيين المحللين أصحاب البرامج الرياضية شتري تسميهم تسميهم عرفونا فرانس بوتروس على أنه مدافع أيسر والحقيقة أنه هو مدافع أيمن إضافة إلى كل المراكز اللي يجيدها واللي يلعب فيها للأسف فرانس بوتروس ما أخذ الفرصة الكافية مع المنتخب الوطني العراقي إضافة لذلك أنه هو أصلا عانى سابقا أثناء استدعاء للمنتخب وكيف شنت عليه حملة ونذكركم شوية شنو اللي صار بالبداية وكيف استبعد من المنتخب بسبب اتصال من قبل باس مقاسم مع المدرب علي هادي وكيف أنه انتقد فرانس بوتروس وهو لم يره أصلا وحجته أنه هو وها والله أنا شايفه فقط عن طريق الفيديو ما ممكن إحنا نحكم عليه عن طريق الفيديو أو عن طريق اليوتيوب لازم نشوفها بعيوننا إحنا ما نعرف شن الفرق بين أنه أنت تشوف اللاعب بعينك ونشوفها عن طريق اليوتيوب مع العلم اليوتيوب يقدم لك ملخصات لللاعب مركزة في أكثر من مباراة في أكثر من بطولة بينما أنت لا تشوفها شخصيا في يوم واحد أو تتابع لمدة موسم كامل فأنت بحاجة إلى الكثير من الوقت اليوتيوب يختصر لك كل هذه المسألة العالم تغير اليوم المدربين يعتمدون في استافهم التدريبي على مجموعة من المحللين والمراقبين اللي يتابعون اللاعبين ويجيبون ملخصات لمبارياتهم بمختلف البطولات ومختلف مستوياتهم العمرية يعرضون على المدرب مهارات هؤلاء اللاعبين إضافة إلى مستوياتهم لأن احنا نعرف أكو فرق بين المهارات اللي يمتلكها اللاعب اللي تكون دائما يعني مستمرة مع اللاعب وبين المستوى اللي يتعرض إلى التغيير دائما فيا علي هادي اللي سويته مع فرانس بطرس أثر على مسيرته الكروية مع المنتخب وإلا كان يفترض أنه موجود مع المنتخب منذ أكثر من سنتين يعني بالنسبة لللاعب فرانس بطرس حقيقة أنا ما عدنا أي شكال بأفكارك وبأدواتك ومن تحتاج لكن هذا اللاعب يعني ما أعتقد أنه عليه يعني اتفاق معين بالشارع الرياضي وسط الرياضي لأنه معروف أصلا لأن أولا نعرف يلعب بالدور دينواركي وهذا الدور غير مرقول إعلاميا وغير متواجد أنه يدخل لأبواب المنتخب أو المنتخب العراقي هذا المنتخب الكبير عن طريق فيديو وبعد ذلك لما فرانس بطرس لعب مع المنتخب الوطني العراقي وعلي هادي هالمرة شافه لكن عن طريق التلفاز مو عن طريق اليوتيوب وأكفارق بين التلفاز واليوتيوب فشوفوا شنو ربدة فعل علي هادي النفس أنا ما عندي رؤية واضح حتى تطيق قرار صلاح أقول لك هذا ما شايفه فرانس بطرس أنا من الناس قلت مرة قلت لي شون تستدعو ما شايفه مستوى اليوم من شفته ولد لقناعة لاعب مميز جد رؤم مو مركزة مو مركزة لكن لاعب جيد عنده ثقة عنده جرأة عنده ثبات بالمستوى بالقطع لاعب جيد صراحة يعني لو يوظف كقلب دفوع ماكو مشكلة لو يوظف ضهير يمين ماكو مشكلة يعني كنا نعاني من جهة ضهير يمين في السابق قولوا أنه علام هاوي بالشكل الدفوعي غير على أي حال إذن إحنا متفقين على أن فرانس بطعوس حل لمشكلة أزلية في المنتخب الوطني العراقي لاعب بهذه المواصفات يجب أن يجد نفسه في المنتخب نشكركم الشكر الجزيل ولا تنسونا من الاشتراك في أمان الله